أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأخرى في القناة مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة في هذا الفيديو بإذن الله الأم ديالي ستحضر معكم مسمى مورق زوين بزاف وسهل التحضير بطريقة جديدة طريقة زوينة مختلفة وما يخدش الوقت خليكم مع الفيديو بشوفوا المقادير وطريقة ساحضر بالنسبة للمقادير كنحتاجو زلافة ديال فينو وجوج زلاف ديال دقيق الفورس الخاص بالحلويات والكيمياء كتبقى على حسب الاختيار ديالكم المهم لمقدار الليدر ناد الفورس كنديرو نصف ديالو ديال الفينو كنضيفو كذلك مع القصغيرة ديال السكر فانيلا نصف ملعقة ديال الملح واحد ساشي ديال خميرة الحلويات وجوج مع القكبار ديال السكر سنيدا والماء الدافي للعجن وكنديرو واحد الحفرة في الوسط كنضيفو فيها الماء وكنضيفو واحد المعلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الخبز وشوية ديال ملوين الغذائي باش كيعطينا اللون داك اللون صفر في المسمن الى ما بريتوش ممكن تستغنوا عليه رهو كي الجزوين مالي كيكون بهاد اللون غدا نضيفو كذلك واحد البيضة تكون بحرنة المطبخ وغدا نضيفو ايضا الزيت ثلاثة دلمعالق كبار ديال الزيت النباتية واخير مكوين اللي هو الحليب كنضيفو ثلاثة دلمعالق كبار ديال الحليب حليب بارد عادي مش داروري ندفيوه كنبدا ونجمعو العجين ديالنا بنفس الطريقة باش كنجمعو المسمن العادي يعني الاختلاف كيكون فقط في المقادير اما الطريقة فكتبقى نفس الطريقة ديال المسمن العادي غير الدبال كون فاش تكونوا كتجمعو العجينة ما نضيفوش الماء بزاف يعني شوية بشوية حيث هاد العجينة كتلصق شوية بحكم فيها البيض وفيها الحليب فالما كتضيفو غير شوية بشوية تدريجيا وكتجمعو العجينة حتى كتحصلو على واحد العجين اللي كيكون رطب يعني رطب بزاف ماشي ما يكونش ما يكونش شد في راسهم ما تكونش بحال العجينة ديال الخبز وكتبقى العجينة كتبغي تدليك بزاف بزاف ان ضروري تدلكوها مزيان مزيان عاد باش في الاخير من اللي كنسالي وكننجمعوها وكندهنوها بالزيت وعد غادي نقسموها ونشكلو منها كويرات كنبدو نشكلو منها كويرات كتبقى على حسب الرغبة ديالكم ممكن تدرون كبار او صغار على حسب الاختيار ديالكم وكندحطوهم في واحد الايناء واحد لاطا اي شيء المهمشي حاجات تكون ندهنوها بالزيت وعد تستفو الكويرات ديالكم وكالي كيبغي مسم من كبير فممكن يديرهم كبار لكيبغي مسم منها تكونوا صغيرين فعاد ديال الكويرات صغار ماللي كنكملو الكيميا اللي عندنا كنبدو باللولة باش بدينا يعني الكويرات اللولة اللي كورنا هي اللي كنورقوها اللولة دي حاجة بينا وفق سطح العمل كندهنو بالزيت الزيت النباتية كنبدو نورقو او لا كنبدو نسرحو العجينة ديالنا او الكويرا حتى كيبضي بلينا سطح العمل يعني حتى كتولي شفافة وكندهنوها بالزبدة الزبدة عادية مش الزبدة مدوبة وكنرشو بسميدة رقيقة يمكن لنا كذلك نرشو بالفينو غير هو خاص يكون من نوع سبيسيال يعني يكون ممتاز وكنتنيو وكنرشو تاني بسميدة وكنعادو نتنيو الجهال اخرى وكنرشو تاني بسميدة وكنتنيوها حتى كنحصلو على شكل مربع بنفس الطريقة ديال المسمن العادي غادي نصابو معاكم مازال واحد المسمنة بنفس الطريقة بنسبة للزيت باش كنقرسو ولا باش كنسلحو المسمنة ديالنا فهو الزيت النباتي فقط ماشي الزيت مع الزبدة مدوبة وكذلك يخلط الخميرة مع السميدة الخميرة الحلوة مع السميدة رقيقة وكنرش بها هذا المسمن ما يحتاج هذا الشيء كامل فقط كتسرحوها بالزيت وكتدهنوها بالزبدة وكترشو بسميدة سوف نستمرو بنفس الطريقة حتى نكملو الكيمياء كلها اللي عندنا وغادي نرجعو نطلقها من اللي كان سالي والكيمياء كلها اللي عندنا كان بدو تاني بنفس المسمنة اللي ورقناها في اللول كان ناخدوها وكنتلقوها بشوية يعني غير بشوية ماشي ما كان يعني ما تكونش رقيقة بززاف هذا المسمن ما تبغيش يكون رقيق والمقلات تقيلة رقيقة تكون ضاجة سخونة كنا نديرو شوية الزيت وكنا نحطه المسمنة لنا والنار تكون متوسطة بشوية وهذا المسمن ضغية كي طيب ما كياخدش الوقت في الطبيب ضغية كي تتحمر ذاك الشي علاش كي يبغي النار تكون متوسطة تكون ناقصة شوية حيث فيه السكر في الفاني ضغية كي تتحمر فنقصوا النار ونخليه طيب على المهل دياله وملكتطيب من الجهة اللولا راكي نقلبوها تاني مهم طريقة راه واضحة في الفيديو كيف كاتشوفو اللون كيعطبح اللون مذهب زوين بزاف بزاف ومالداخل كيكون مورق وهشيش رائع يستحق انكم تجربوه وانا متأكدة انه غد يعجبكم ان شاء الله بنفس الطريقة كنضيفو تاني الزيت في المقلع وكنحطوه المسمنة دياله غير كي ما كتليكم ما تقرسوهاش تكون رقيقها كزاف صافي كنخليوها تنشفش شوية من الجهة التحتانية وكنقلبوها وبالتحريق شوية اضافت شوية الزيت مرة مرة حتى كنت تحمر وهكذا دوالي حتى نكملو الكيمياء كلها اللي عندنا اوملي كنكملو الكيمياء كلها اللي عندنا كنقدموه المسمن دياله بصحة ورحة كيجيب هات الشكل هذا شوفو اللون دياله كيجي مذهب زوين بزاف وحتى ذاك الملوين الغذائي اللي كنديرو فيه ركيطيه واحد اللون زوين كنقدمو لكم بصحة ورحة وكنتمنى انه ينال اعجاب ديالكم وتجربوه ونتلقى في فيديو جديد ان شاء الله وصفة جديدة الى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر